تسعى مؤسسة الشارقة للإعلام إلى تعزيز المحتوى الإعلامي العربي من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متميزة تضعها في مقدمة سباق الإبداع الإعلامي في المنطقة والعالم وتحقق المستوى الذي يتطلع إليه المشاهد والمستمع العربي كرمت المؤسسة الفائزين في برنامج دبلوم على الهواء خلال حفل أقيم بمقر المؤسسة بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام دائما تتحفن مؤسسة شارقة الإعلام بالإبداع وهذه المرة بدأت أيضا في برنامج إذاعي دبلوم على الهواء هذا البرنامج يقدم تعليم مجاني لكل من يسمع هذه الإذاعة ولكل من يحب أن يشارك عدد المشاركين كان كبير ودوراء كانت دورة الأولى والآن ندخل فيها دورة الثانية كذلك نبارك لكل من حصل على شهادته في هذه الدورة ونبارك كذلك للفائزين الثلاثة الأوائل في هذه الدورة ونتمنى أيضا المشاركة في الدورة الثانية نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهذا البرنامج أيضا التوفيق ميزة البرنامج هذا أنه يوفر دورات مجانية استطعنا من خلال هذا البرنامج أن نلغي مسألة القاعات التدريبية نلغي مسألة الزامية للحضور نلغي مسألة التكلفة فالأمر مفتوح لأي مستمع في ذات الشارجة في أي وقت حتى هناك الحلقات موجودة في يوتيوب اللي ذاعة ممكن يرجع لها ويشوفها ويستفيدينها ويشارك في الاختبار ويحصل شهادة مباشرة جرد ما يجاوب على السئلة توصل الشهادة على إيميل موثقة وموقعة اختار القائمون على البرنامج مواد سهلة مستوحاة من الحياة العملية اليومية تناولت موضوعات الطاقة الإيجابية والتفكير الخلاق وقوة التغيير ليكون المتلقي على تواصل دائم مع بيئة عمل جاذبة في أجواء ابتكارية جديدة حيث وصل إجمال عدد المشاركين في البرنامج إلى 418 مشتركا موفي ميكر اللي أنا قدمت عن صناعة تغيير الذات حبيت أشكر والديني وأشكر بنت العم لأنها هي اللي قالت لي أول شي عن فكرة البرنامج وكيف أنا اشتركت فيه وطبعا واجهتني تحديات كثيرة لكن الحمد لله اتعديتها عرصت عرض تقديمي عن قبعات السد وحصلت شهادات على الدورات وأشكر مؤسس الشارقة الإعلام عشان أتاحوننا الفرصة أن نشارك في برنامج دبلوم على الهواء دبلوم على الهواء يعد الأول من نوعه على مستوى البرامج الإذاعية العربية من خلال منح المشتركين فرصة الحصول على شهادات إدارية تخصصية معتمدة من قبل مركز الشارقة للتدريب الإعلامي وشركة ليفن بيرت للاستشارات والتدريب